نواصل اليوم مع دروس اللغة الموجهة إلى تلاميذ الثامنة أساسي إذن المحور هو الوظائف الأساسية في الجملة الفعلية المركبة الدرس الفاعل مركباً موصولياً حرفياً اسمياً إذن في السنة الماضية اكتشفنا الأشكال نحو الفاعل في الجملة البسيطة وهو أن يكون مفردة أو مركباً من المركبات الإسمية سواء كان مركباً بدلياً أو توكيدياً أو إضافياً أو عطفياً أو نحطياً هذه السنة إذن في الجملة المركبات يمكن أن يكون الفاعل مركباً موصولياً بطبيعة الحال هذا المركب الموصولي هو يتكون من حرف موصول أو اسم موصول مع سلة الموصول حرف الموصول هو أنا وأن ولو وغيرها واسم الموصول إما أن يكون من وما أو الذي والتي والذاني والتاني والذين والاتي سلة الموصول بطبيعة الحال تريده إما مركباً إسنادياً فعلياً أو اسمياً إذن كما قلنا الفاعل في الجملة الفعالية المركبة يريده مركباً موصولياً وهو على نوعين إما مركباً موصولياً حرفياً أو مركباً موصولياً اسمياً لنرى إذن أمثلة عن فاعل مركباً موصولياً حرفياً يجب أن تتحرر من القيود يكفيني أنك تتفانى في عمالك إذن هاتان الجملتان يجب أن تتحرر من القيود ويكفيني أنك تتفانى في عمالك يجب إذن أن هنا هذا فاعل وأن تتحرر من القيود فاعل يتكون إذن من حرف موصول وصلة موصول مركب موصولي حرفي إذن صلة الموصول كما نرى مركب إسنادي فعلي يمكن أن أعوضها بقول نام يجب التحرر من القيود والجملة إذن تصبح بسيطة يكفيني أنك تتفانى في عملك يكفيني تفانيك إذن جملة إذا أردنا نجعلها بسيطة نقول يكفيني تفانيك في عملك لكن هنا يكفيني فاعل وأن حرف موصول وإذن ما بعدها الكاف إذن وهي ضمير يعود على المخاطب وتتفانى في عملك صلة موصول مركب إسنادي إسمي أنك تتفانى في عملك مركب موصولي فاعل لننظر الآن الفاعل مركبا موصوليا إسميا هنا نجح إذن من اجتهد في عمله نجح إذن من اجتهد في عمله نجح فعل إذن ومن اجتهد في عمله فاعل مركب موصولي ألمن اسم موصول واجتهد في عمله صلة الموصول مركب إسنادي فاعل يمكن تعويضها وإذا جعل هذه الجملة بسيطة عندما نقول نجح المجتهد في عمله وهنا إذن نحذف المن اسم المرسول ونحذف إذن نشتم هذا المركب الإسنادي الفعلي لا يغرك ما تشاهد من مظاهر لا يغرك ما تشاهد إذن من مظاهر إذن لا يغرك إذن هذا مركب فعلي كما تعلمون ما تشاهد من مظاهر مركب مرسول اسم فعل وأخيرا غابة الذي سقط بالأمس فعل غابة والذي اسم مرسول وسقط بالأمس سلة مرسول نوصل الآن إذن مع التطبيقات سنطبق إذن هذه المسألة نطبق إذن إذن سطر الفاعل في الجمل التالية وعين شكله النحوي هلك من اتبع هواه إذن هلك من اتبع هواه الفاعل هنا إذن هو من اتبع هواه كما نرونه من اتبع هواه إذن هو الفاعل هو الفاعل وإذن هذا الفاعل يتكون من اسم مرسول وسلة مرسول سلة مرسول مركب اسنادي فعلي أفلح الذي فعل إذن والذي إذن نسطر إذن الجملة الذي أطاع والديه الذي إذن اسم مرسول وهذه صلة مرسول سلطة المرسول إذن كما نرى مركب سنادي فعلي خطر لي أن أطالع إذن خطر لي أن أطالع خطر فعل ولي إذن مفعول به أن أطالع كتابا فعل مركب مرسول حرفي مركب مرسول حرفي وهذه سلطة المرسول إذن مركب سنادي فعل عاش من عرف قدره عاش من عرف قدره عاش إذن كما نرى هنا إذن فعل ومن عرف قدر إذن أستطيع أن نقول عاش العارف قدره أو عاش من عارف قدره إذن اسم موصول وصلت موصول عارف قدره بالنسبة للتمرين الموالي عوض ما تحته سطر عوض ما تحته سطر بمركب موصول يقع فاعلا يمكنك افتكاك حقوقك إذن سنعوض ما تحت سطر هذه جملة بسيطة كما نرى سنجعلها إذن مركبة بتعويض هذا ما تحت سطر نعوضه بمركب موصول إذن نقول يمكنك أن تفتك حقوقك يمكنك أن تفتك حقوقك قد خاب المستبد برأيه إذن الفاعل المستبد برأيه هذه جملة بسيطة نجعله مركبة نقول قد خاب من استبد برأيه من إذن اسم موصول واستبد برأيه سيلة موصول بهرني إنجازك بهرني إنجازك العمل في وقت وجيز بهرني إذن إنجازك العمل في وقت وجيز هذا فاعل كما نرى والجملة بسيطة نجعله مركبة نقول بهرني أن تنجز العمل في وقت وجيز بهرني أن تنجز العمل في وقت وجيز يطيب لي السير في مطر أول الليل على الأرصفة في المدينة يطيب لي السير إذن في مطر أول الليل هذا المسطر إذن هو الفاعل والجملة بسيطة سنجعله مركبة عندما نقول يطيب لي أن أسير في مطر أول الليل على الأرصفة في المدينة التطبيق الموالي هو اجعل الجمل المركبة يعني عكس العمل الذي كنا نقوم به اجعل الجمل المسطرة اجعل الجمل المركبة التالية جملا بسيطا خطر لي ان اتجول في الاسواق ليلا يجب ان تفهم الحرية فهما صحيحا خسر من حسد الناس خسر الحاسد للناس خسر الحاسد للناس اذا هذا العمل هو عكس العمل السابق يعني العمل السابق اذا نجعل الجملة البسيطة مركبة وفي هذا العمل نجعل الجملة المركبة بسيطة وهذه اسئلة يعني عادة ما تأتي في الامتحانات التمرين الاخير التطبيق الاخير هو حل الجملتين التاليتين بطريقة الصناديق الجملة الاولى اذا هي كما نرى سرني من حماني من السوء اذا فعل وهذا مفعول به متقدم هذا مفعول به اذا مفعول به متقدم اذا سرني من حماني من السوء من حماني من السوء كما نرى اذا فاعل وهذا الفاعل اذا هو مركب موصولي اسمي مركب موصولي اسمي هذا اسم موصول وحماني من السوء سلة الموصول سلة الموصول هنا جاءت مركبة اذا اسنادي فعلي ينبغي ان يحمي الانسان نفسه ينبغي ان يحمي الانسان نفسه ينبغي اذا فعل ان حرف موصول ويحمي الانسان نفسه سلة موصول اذا هنا هذا اذا هو فاعل مركب موصولي حرفي اذا والجملة اذا مركبة الجملة اذا مركبة الجملة تاني مركبة تاني هنا إذن كما قلنا ينبغي فعل وأن حرق موصول يحمي الإنسان نفسه صلة موصول مركب سنادي فعلي هذا أن يحمي الإنسان نفسه إذن فاعل مركب موصولي والجملة مركبة هذا إذن وأتمنى لكم التوفيق إذن ومزيدا من المراجعة والسلام عليكم شكرا